سعدان الطيار سعدان قرض دكي واسع لإطلاع يقرأ كل مساء الصحف ليعرف ما يحدث في العالم ذات مساء قرأ سعدان خبرا عن الإنسان الذي غز الفضاء وضار حول الأرض قال سعدان في نفسه ليسني أستطيع أن أحلق في الجو وتساءل لماذا لا أحاول صنع طائرة أطوف بها حول العالم وأثناء نومه رأى سعدان أنه بدأ يصنع طائرة لنفسه جزءا جزءا ولما أنها صنع طائرة ركبها وأذار محركتها فدوت دويا شديدا واندفعت بسرعة عظيمة ثم ارتفعت في الهواء مرت الطائرة فوق الرباط فشهد سعدان صومعة حسان وفوق أجواء الضار البيضاء شهد مسجد الحسن الثاني المعلمة الدينية الكبرى وحلقت الطائرة في سماء مراكشة فرأى سعدان صومعة الكتوبية وساحة شمع الفناء التي يقصدها السياح في كل أنحاء العالم وطار سعدان بطائرة إلى جنوب المغرب وحلقت به فوق مدينة العيون ثم فوق صحراء ودي الدهب هناك شاهد قوافل الإبل تنتشر في الصحراء المغربية ذات الرمال الدهبية حطت الطائرة في مطار الدخلة فنزل سعدان وتفقد بحيرة العجبة التي يحج إليها الرياضيون من دول كثيرة قال السعدان سأسترح هنا أسبوعا أطير بعده لأحلق فوق جبال الأطلس والريف وشة وطنجة وثاس وغيرها من المدن لكن الرياح هبت قوية زعزعت أغصان الشجرة التي كان ينم فوقها فأفاق السعدان من حلمه العجيب